مباشر رفقة بعض التلاميذ أهلا بك هاجر صباحك سعيد تفضعي نعم أهلا بك طارق دائما في ولاية بومرداس من متوسطة عيسة إدير التلاميذ خرجوا قبل لحظات من امتحان الرياضيات يتواجد معي تلميذ صباح الخير سلام عليكم قولي كيف كان موضوع الرياضيات؟ كان سهل وفي متناول جامعة نجد نقضي نقع نحل نجد تري فيزي بك شوية سيطارة بالنسبة للتمرين، ما هي الفوصلة التي تحبكم؟ أبي برقى الفوصلة، نحن نقضي تمرين بركة طرواز يماني من سينولغاس قاع وشكلنا ما هي تحويل الموضوعات؟ أولاً على الكوصلة الجوثر، نجد أن تحسب A-B-C أولاً نجد أن نحسب الموحيط للمساحة بدلالة X ثم نحن نقضي تحت nuev فوصلة جميلة لمائدمات وشكل موضوعات أيضاً كذلك الجوثر من موضوعات موضوعات ثم نقضي نقضي قطع ونحن نقضي قطع كيف كان الوضع؟ ما هي موضوعات موضوعات، اصدقاء في أحتوالية وليس هناك موضوعات مواضوعات هكذا موضوعات 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 في المعلومات التي أعطوهم هنا. ثم نستجد متر مربع الواحد على العشب الإصطيناعي ومتر مربع الواحد على البيساطة. ثم نستجد حساباتنا بالمساحة ونزيد ثمن النقل وإجراء العمل. يعني الأسئلة كانت مباشرة؟ مباشرة. شكرا لك. شوفوا تلميذة أخرى أيضا. سباح الخير؟ سباح النار. كيف تشراكي؟ الحمد لله. نفسية عقربة ما راح لك تقلق كنت يسباح مقلقة؟ كنت مقلقة ايه. خاصة أن مادة رياضيات يخافها كثيرا. كنت مقلقة حالي. كنت مقلقة حالي. كنت مقلقة حالي. كيف حدثك الموضوع؟ يعني جاء سهل. ليس كثيرا. لم يكن نسى أن يأتي جاء سهل. كنت نسى أنه مقلقة واعر. في ذوقات جاء مرمال. متناول الجامعة الصحة. كيف هي ربما تمارين اللي خدمتي فيهم أو اللي جاء سهلين؟ تمارين الأول. لأنه طح على الكسور الجذور. ويأتي جاء سهلين. 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 وكيف حالي؟ كيف حالي عموم الخدمات على الموضوع؟ مليحة. خدمته. أجل. المادة الموالية المادة الإنجليزية كيف أجدها؟ أنا أجدها المادة الإنجليزية لأنني أستطيع أن أعلمها شكراً بالتوفيق معي أيضاً طارق رئيس مركز تفضل معي فقط سيدي هو رئيس مركز ومفاتيش رياضيات في نفس الوقت صباح الخير سيدة صباح الخير سيدة مرحبا بكم سيدة حكينا على التنظيم في هذا المركز التنظيم يعني الإجراءات الحمد لله التنظيم كان عادي وسير الإختبارات يمر يعني بصيفة عادية ونشكر سلطات المحلية على رأسها سيد الوالي سيد مدير تربية رئيس الدائرة رئيس البلدية اللي وفرنا جميع الظروف يعني باش نبشر هذه الامتحانات في ظروف عادية نعم بالنسبة يعني الغيابات هل يوجد غيابات في المركز؟ لا يوجد غيابات عندنا في المركز جميع المترشحين التحقوا بمركز الإجراء بما أنك يعني مفاتيش رياضيات نستغلوا الفرصة كيف شفت موضوع رياضيات اليوم؟ الموضوع يعني الحمد لله سهل وفي متناول جميع التلاميذ هذا هو الانتبعته كل الفوصول كانوا في الموضوع؟ كل الفوصول كانوا في الموضوع والموضوع يعني مسح جزء كبير من المنهاج ويقدروا يخدموا فيه تلاميذ بصيفة عادية يعني أسئلة تعوم مباشرة؟ الأسئلة مباشرة وفي متناول جميع التلاميذ يعني سيدي فرايك يبذلوا مجهود ويعملوا طيل السنة الدراسية وما أيضا المعامل تحق كبير؟ المعامل كبير وعلى كل حال يعني هو كان ثاني مادة لغة العربية المعامل تحق ثاني أكبر من المادة تعرياضيات وهي معامل مادة أعطوها معامل كبير نظر الأهمية التحالي أنه عنده علاقة بجميع المواد شكرا لك سيدي شكرا لك نعم طارق هذه هي الانطباعات هنا بعد خروج التلاميذ يعني ما زال التلاميذ يمتحنون وبعض التلاميذ خرجوا سنعود إليك في الساعات الإخبارية القادمة شكرا جزيلا لك هاجر بوهلي وبالتوفيق طبعا لكل التلاميذ نبقى دائما مشاهدين الكرم مع تغطيتنا المباشرة لهذا الحدث التربوي نذهب بكم بشرة إلى الزميلة عبدالعالي رحومة بتوكورت عبدالعالي هل هو نفس الانطباع هناك زميلة هاجر بوهليو من خلال بعض التلاميذ قالوا بأن امتحان مادة الرياضيات كان في المتناول ندرك جيدا علاقة عدد كبير من التلاميذ بمادة الرياضية تفضل عبدالعالي نعم صباح الخير زميلة طارق صباح الخير لكل مشاهدي قناة النهار الآن نتواجد على مستوى مركز مفدي زكريا ببلدية ماسين لنقل مجريات اليوم الثاني لامتحان شهادة التعليم المتوسط أصداء الأولية ليشهد لامتحان الرياضيات حسب بعض الأساتذة أن الامتحانات موجودة في مستوى التلاميذ وحتى لا وجود لأي إشكال بالنسبة للتلاميذ حسب أصداء أولية ولأكثر تفاصيل معنا رئيس تنسقية جمعية أولاية التلاميذ على مستوى بلدية ماسين تقييمك لهذا الامتحان خاصة في اليوم الأول واليوم الثاني بسم الله الرحيم نشكر القناة النهار على هذه التغطية الأجواء الحقيقة ما لاحظنا البارح واليوم الحقيقة أولا نحكي عن الجامب الطقس كان الطقس رائع الحمد الله كنا متخوفين كما ليمات لفاتك كما لاحظت أن نفيس خانة لا حتى الريح والحمد الله لكن ربي استجاب أن تعنا الحمد الله الطقس كان جدا رائع حتى الأقسام اليوم الحقيقة كما نقول المكيفات ما بتحناهاش شي ما شاء الله وكان تبعث إن شاء الله على الطمأنينة وتبعث على الطقس ما شاء الله وكان الأجواء البارح ثاني كيف كيف دخلوا الولاد في كلام الأرياحية لجهات الأمنية واقفة معنا كان بعض الجمعيات اللي ساهمت معنا ربي بالك معنا كان يجاب حتى تتمرى لهذاك على الدخل أن تعليقون ما شاء الله وكان فات البارح صباح ومساء فات الأجواء وجوه الامتحان لاني كان حسما أسألنا الولاد كان متناول جميع سبقا إن شاء الله اليوم تاني إن شاء الله تم العملية بخير أحد الأساتذة اللي كان خارج أن التلميذ هم منفعلين مع الامتحان ومتجاوبين ومكاش حتى إشكال ولا حتى إنسدامات ولا إغماءات اللي خاصة لهم أدئة أساسية حاليا هنا متواجدين هنا داخل ما استمعنا حتى حاجة أنا قاعدين هنا رئيس المركز معناها عطانا طمئينات تشوفنا الجو مالاك الأولاد مش كاوش من حاجة صباح اليوم قبل ما يكون توزيع أدلناها كعملية تحسيسية كذلك مش معناه يحافظوا على النظام العام ويحافظوا على كما نقوله على الساحة نتاحة لأنه عام الجاي كان أعطى ربي ونجح يكونوا هنا بالتالي أدلناها كلمة تحسيسية ما شاء الله وكم شاو معنا في الخط حاليا ما كانش حاجة لتبعث أنت كرئيس أولياء أولياء التلاميذ أعطيني نصيحة الأولياء خاصة للظرف الحالي هذا الظرف الحالي مدى بنا نحن الأولياء يكملوا أخيرا معناه عام كامل ومصابرين مع أولاد الدعمات وكذا وكذا يجو مدى بنا يراقبوا شوية يوقفوا معنا شوية على أقل فضل وقات الدروة ولا مساء موقت الخروج يجو على أقل دعم لأولاد متحم معناه يجو يوقفوا شوية معناه ما نقول شنا باش يدخلوا إلى حاجة يجو على أقل يشوف وكي يخرج التلميذ الحمد لله البايدية مفرن للنقل مفرن للنقل معناه على كامل الإحياء يجيبوا تدي طبق الأولياء يزيدوا يكملوا نهار نهارين إلى ثلاث يام بشوفهم فرحة إن شاء الله هذه كيفاش نعم زميل إطار أعتقد أن الأصداء الأولية أنه إمتحان الرياضيات في متناول التلميذ والتلميذ متمسكين بهذا الإمتحان خاصة أنه جاء في إطار المنهاج الدراسي الذي تم خلال السنة الدراسية أعتقد أنه إن شاء الله ربي وفقهم ولداتنا وإن شاء الله للمادة الثانية إن شاء الله مادة اللغة الإنجليزية اللي هي فيها إشكال خاصة على مستوى المنطقة على مستوى المنطقة هنا في الجهة جميع شكرا جزيلا لك عبد العالية رحومة وشكر موصول أيضا لضيفك الكريم طبعا أتمنى التوفيق للجميع نذهب بكم بشراتنا الآن إلى ولاية البيض مع زميل العرج بالرمضان أهلا بك العرج صباحك سعيد طارق إذن تغطيتنا المباشرة لمجرية امتحان شهادة تعليم المتوسطة دورة 2023 متواصلة أين نتواجد بمركز الإجراء متوسطة معداني معمر ببلدة جججيك يحضر إلى جانبي مجموعة من التلاميذ المترشحين بعد خروجهم من القاعة واجتيازهم لامتحان مادة الرياضيات هذه المادة التي تعتبر مادة أساسية ومعاملها أربعة الموضوع الذي يتكون كذلك من جزئين الجزئ الأول الذي يحتوي على أربعة تلاميذ والجزء الثاني وضعي إدماجي على كل إنسان نحاول من خلال التلاميذ أن نرصد انطباعهم حول الموضوع معي على اليمين التلميذة المترشحة فاطمة ربما كيف كان موضوع الرياضيات كان موضوع الرياضيات في متناول الجميع والتمرين الأول والثاني والثالث سهل أما التمرين الرابع كان صعيب جدا والوضعية الإدماجية سهلة ومتناول الجميع بالنسبة للتمرين الرابع أين تكمن الصعوبات التمرين الرابع أحسب كلا من XA و YB ربما هذه الصعوبة راجعة عدم تحذيرك الجيد للمادة أم شيء آخر نعم صعوبة في عدم تحذيري لهذا السؤال كان ضمن الدروس التي درستمها خلال السنة نعم كان ضمن هذه الدروس التي درسناها في هذه السنة شكرا معي أيضا تلميذة أمينة انطباعك حول موضوع الرياضيات اليوم رياضيات نوعا ما كان في المتناول جميع بالنسبة للتمرين الأول والتمرين الثاني كان سهلا نوعا ما أما التمرين الثالث والتمرين الرابع فكانت هناك بعض الأسئلة التي تعيق التلميذ أما بالنسبة للبضعية الإدماجية فتحتاج تركيز وتدخيق جيد للتلميذ أين تكمن الصعوبات في التمرين الثالث والرابع؟ في التمرين الرابع تكمن الصعوبة في سؤال الثالث الذي قال أحسب إكس بي وإجراج إكس آ وإجراج بي أما في التمرين الثاني أعطانا حساب طول وأعطانا فقط الزاوية معلومة ولم يعطونا الأضلاع المعلوم نعم هل يعني ربما مستوى التلميذ يقدروا يجاوبوا عليه كامل؟ بالنسبة لتلميذ الضعيف ونسبة تلميذ المتوسط لا يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة ولكن ربما التلميذ النبغ يستطيع الإجابة عن بعض الأسئلة بالنسبة لطبيعة الأسئلة هل تناولتمها خلال فصول هذه السنة؟ بالنسبة للأسئلة في السؤال الأول والسؤال الثاني والتمرين الثاني والتمرين الثالث كل الأسئلة ستطرقنا عليها أما بالنسبة للسؤال الثالث في التمرين الرابع سؤال الثالث لم تطرق شكرا شكرا جزيلا لك لعرج برمضان نعبر المباشر من ولايته البيض نتمنى التوفيق طبعا للتلاميذ نبقى دائما في هذا البث الحي والمباشر ونعرج على ولايتي سطيف مع الزميل فارس شايب كيف هي الأصداء هناك فارس تفضل دمنا عودة مجددة أيضا لهذه التغطية المباشرة بولاية تصطيف هنا من متوسط خمليش مسعود بوسط مدينة تصطيف أين يحضر معي ربما المترشحين وكانوا ممتحنين منذ قالين في مدى ترياضيات لإخذات وقت ساعتين على ما أعتقد يوسف ساعتين كانت كافية لإجراء هذا الامتحان وكيف جاء وش رأيك هاي يوسف ملاحق كفاتك يعني كيف أشحكي لك ملاحق كفاتنا كانت في سوشي شوي سيارة قال وضعية شوي معقدة الوضعية سؤال أخير يعني قصدك قصدية في ثمين نقاط على ما أعتقد وضعية ثمين نقاط وفاشج يعني جتك سعيبة في أي ناحية يعني وضعية باقي جتني سعيبة تم يعني الأخرين عليتهم عادي عليتهم عادي والوقت كان كافي يعني كافي كافي الوقت وبالنسبة يعني الآن هل بقيت تتفكر فيها أم لا رح تتخطى هذة المادة يعني وتفكر في المادة القادمة نمزل نتخطىها الآن كل مادة فيها تتراحت كل مادة فيها تتخلص فكر في المادة القادمة يعني هذي هي أجل باش تحافظ على أجل باش تحافظ على الاستلاشتهاك عارك الله وفيك أعطيك الساحة سي يوسف أيضا ربما هذا التلميذ وش رعيك السلام عليكم كيف تشوفت الامتحان يعني السجل كان سهل شوية بصحة الوضعية كانت وعرة شوية يعني تمانين اللولين سهلين بصحة الوضعية صعبة شوية الوضعية صعبة جد بصحة العموم جوبت جوبت شوية مع ملاحك نعم نعم الحمد لله وانت كنت يسين الكاميرا وضعية كانت صعبة والأسئلة ملاحك بصعب بزاف وميش نعم بتوفيق ان شاء الله طيب أيضا يحضر معي يوسف يوسف نعم الاختبار كان في متناول يعني وفي متناول جميع والوضعية كانت ميصعبة ميسهل يعني تركيز بل قط تركيز اللي كان يقرأ يدي والوقتي كان كافي كان كافي والآن كتفكر في المدى صعي المدى عمكم بلحنا نقرأ وبينصير ننساوها صعي نعم يعني بقى توفيق من الله من عند ربي إن شاء الله أكيد ويحضر معي رئيس المركز ربما يضعنا أيضا في الصورة يعني كيف جرت تحضيرات لهذا العرس الوطني سيد عبدالقادر ربما فضعنا في الصورة كيف يعني تم إعداد هذا يعني شخص شفنا يعني بعض من الانضباط المحافظات يعني على الأبواب موجود فريق من الأطباء على مستوى كثير من القاعات هناك خلية عمل كثيرة كيف يعني جنته لهذا ربما تحضنا في الصورة إذن بعد بسم الله والصلاة السلام على رسول الله إذن رحب بكم قبل ما نوضعوا تلام لأوليداتنا في هذا الظرف تسبق إجراءات خاضعة لتعليمات وتوصيات من السادة من سيد الوزير ومدير التربية إذن سبق وعننا ناجرين اجتماعات مع سيد مدير التربية أعطانا مجموعة من توصيات وتعليمات وصلناها كذلك في اجتماع بالأمانة للأساتذة الحراس وأعضاء الأمانة والطواقم المختلفة وبعدها استقبلنا الأولاد يعني ابتداء من البارحة الاثنين استقبلناه في ظروف جد وحسنة تخضع هذا الامتحانات الرسمية إلى الشروط وانضيبات ركم لاحظته من خلال استقبال تلاميذ في جو أنا نسميه عرس عرس تعليداتنا بعدها نوجه تلمذة للحجورات كل عشرين يكونوا في فوج كما شفتوا ذوي الهمام كذلك خصصنا له قسم وحده يصهر على نجاح هذه العملية تسعة وثلاثين حرس في كل فترة في كل امتحان كذلك أمانة تتكون من ست أعضاء زي المسؤولين من رئيس ونواب طواقم سناشي الإيجابي وجديد كينا طواقم الطبية دعموها بطبيب مختص بالأسنان وكذلك طبيب نفساني وهذا شيء إيجابي جميل فارس شايف من ولايتي سطيف شكرا جزيلا لك فارس وشكرا موصول أيضا لضيفك الكريم على كل نريد أن نفتح المجال أيضا لباقي الزملاء المراسلين في مختلف ولاية الوطن من أجل تغطية طبعا هذا الحدث التربوي نذاب إلى ولاية عينتي مشرط مع زمن كمال بوعزة عبيد لباقي